السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم كنشكركم دائما على تشجيعاتكم المتواصلة وعلى دعمكم المتواصل واللي بلا بهم ما يمكنش نهائيا أننا نتشجعوا ونلقوا الطاقة باش نستمروا في هذا النشاط دائما شكر لكم ودائما راه تعليق ديلكم كتعلم منها ماشي فقط غير كتفرحنا وكتشجعنا بل كنتعلموا منها كنتعلموا من ملاحظتكم من تعليقاتكم وحتى من انتقادات ديلكم والصراحة تعليقكم كنلقاها في غاية الدقة والدكاء شكرا لكم مشكورين دائما وعلى بركة الله ندخلوا صورة بالموضوع في هذا الفيديو غادي نشوفوا الإعلام التونسي غادي نشوفوا واش غادي يكون مع هبة عبوك يعني واش يكون معها أو يكون ضدها بحكم أنها تونسية الأصل كذلك غادي نشوفوا مستجدد خطيرة في القضية ديالأشرف حاكمي للصراحة أعطى درس للعالم درس في التربية درس في الدكاء درس في برودة النفس درس في الإعلام ففي هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش نقالب السحر على السحر وكيفاش ولدنا أشرف حاكمي أب هذا العالم بدكاءه فنقوم هاي الإخوان شوفوا التفاصيل ديال هذا الموضوع ولكن دائما كراجائي منكم كطلبين روتيني لايك والبرتاج لهذا الفيديو باش يحقق لنا النتائج إيجابية فعلى بركة الله ندخلوا في الموضوع ديالنا فالحاجة إخواني أخواتي من اللي كتزيد على حدها دائما كتنقالب على ضدها في الأترياء كيكونوا دائما ضايرين بهم ناس أشخاص منهم ناس اللي كيكونوا وفيين ومنهم ناس اللي كيبغيوا يستغلوا دك الشخص اللي كين معهم ولكن صراحة نرى كين ناس اللي مكيقدوش يفرقوا بين الحبيب الوفي والإنسان الانتهازي المتربس ولي كيتسنغير شي فرصة أو شي نقطة الضعف باش يقدري يديلي كتروة ديالك ويديلك ما عندك اليوم في الموضوع ديال أشرف حكيمي كين مستجدات خاطرة وكذلك أشرف حكيمي اعتدرس للعالم هاد المستجدات مازال منتشرف ولكن ولكن إخواني أخواتي صراحة وولدنا دكي أشرف حكيمي البارح كان في باغين عنده واحد الماتش مع فرق قديا لونس داخل كيتدرب معه ودخل للماتش كي لا بحال ما عنده حتى شي مشكل بحال ما عنده حتى شي حاجة انسى لهم وانسى المشاكل على بره ودخل التيران مرتاح سيقفرسوا لعب كيمة ديما يعني كيمة العادة بالبلهم في التيران المهم سالة الماتش والحكيمي خرج وقال يعني في واحد تغريدة بالليداز واحد الماتش خيالي وفازوا بهذا المباراة يعني بثلاثة مقابل واحد فاش سالة الماتش قال بلي هاد الفوز هو فوز عظيم بحال ما ترى لي هو له وهذا الشي قاعد اللي وقع يعني هاد الاحداث ما كان حتى شي حاجة منها واخا هو عرف بلير رهنا يضادضجة كبيرة في العالم الهلم كامل كيتكلم عليه المريكانيين دير عندهم البوز مراكين فوطبولا اكريف اكيمي وانا اش راث اكيمي في فرنصا دي البوز كل شي كيتكلم عليه شكون هاد اللاعب شمن الجنسية ديال هاد اللاعب اللي مراته بغاية الده اللي هتروا دياله وفي الاخير القاتوب اللي هو فاقير دارت بوز عالمي ولكن الحاجة الجميلة ان اشرف حكيمي هاد شي ما اطرش عليه ودارس هاد شي مزيان عارف شغله عارف شنو كيدير عارف اش كيدير فاليوم المستجد الجديد خرجات اخبار كتقول انه هيبا انها بغيت عود ترفع القضية او ترفع وعد القضية اخرى تطلب الفلوس حيث قالت لي هم بلي الام ديال اشرف حكيمي ما عندهاش كيفاش تبرر ذاك الكمل الكبير ديال الاموال اللي عنده ولي الفلوس اللي عندها وهي اصلا ما خداماش لكن هاد شي كيبقى غير اشاعات ولكن الخبر اللي زعزع العالم وعطى درس كبير وبيين العالم بلي ولدنا وولدتكي وكيبين بلي هاد المودة اللي عاش معها درسها مزيان وفيتها بنص كوره ارضية هيا صراحة فيتح ب 12 سنة واخدارها ماشي مشكل حاجة عادية ولكن اللي كيبين بلي اشرف حكيمي كان حسب بها انها بغية استغله كان حسب بها انها غدي تغضره والله اعلم المهم هو تطلب دكي المستجد اللي وقع شوفوا الاخوان معايا واحد الصفحة من اشهر الصفحات في الانستجرام هدا الصفحة هي اللي امامكم ليس filme تويلت هدا الصفحة كانتتتت الحصة لمواضيع اللي لديها معايا المواضيع اللي اللي معايا وبالما شهورات وهي الشهور بهم لاني طول عليك بل استربيع مخ الباحة الإخوان خبر جاء للناس يعني شيء غريب صراحة هي جاءت تاخد الحاكمي النص ديال التروة دياله ولكن وقعت لها أكبر شمس العاشية وكما كان قوله مرضي الوالدين عمره ما يتقاس ولكن اليوم أسد الأطلس هو اللي مطالبها بتعويضات اه فعلا كم ما سمعتوه الإخوان أشرف حاكمي هو اللي مطالبها بتعويضات كم ما سمعتوه قالها أنا ما عندي ولو وأنا تهمتني بالخيانة وتهمتني بكذا وكذا وكذا وعنتي ما عندك دليل وأنا بالي لهذا كان طالب بالتعويضات في هذه الصفحة الإخوان ممكن أنكم تدخلوا عندها جبدات حتى الطروة ديالهيبة وشحال في رسمها لها فهي عريضة أزياء المهم يلقوا عندها 3 ديال مليون أورو فاليوم هي خاصها تفرق معه طروة ديالها لأن من القانون أن الزوجان يفرقوا الطروة اللي عندهم هو إنسان فقير ما عنده حتى ريال هي عندها 3 ديال مليون أورو وبالتالي خاصها تفرق معها بالنص هذا هو الضرس الثاني اللي اعطى أشرف حاكمي اعطى الضرس في تسير الطروة فاليوم حاكمي كما كان قوله قلب الطاولة لهيبة حاكمي اعطى الضرس في الرضا اعطى الضرس في التفكير اعطى الضرس في الإعلام اعطى الضرس في برودة النفس بزاف ديال الدروس تعطى وكينا عبرة أما شي الموضوع ديالنا هو أنه شخص تفرق مع الشخص الآخر نتكلموا عليه فهذا أمر عادي ولكن كان شوفوا ولدنا لاعب صغير ودكي بزاف وكيفاش كان حس بها أنها غادي تغضروا وأنها بغية تستغلوا وكيفاش حتى هو رضع لها بالمثل وكما كان قوله نقلب السحر على السحر فالإخوان غادي نشوفوا شنو غادي يقول الإعلام بالتونسي فحاجة عادية أن الإعلام التونسي تكلم على هذا الموضوع يعني تكلم على حاكمي وعلى هيبة علاش لأنها هيبة من أصل تونسي واش الإعلام تونسي يكون مع هيبة أو يكون ضدها نخليكم مع واحد الفيديو وما تنسوش أنكم تفعلوا مع هذا الفيديو وتزلزلوا هذا الفيديو بتعليق تحية لكم كبيرة وشكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لحكية بالنسبة لي أنا لحقيقة نحترم القانون برشا وين امرأة قانون لونك بالنسبة لي أنا تسرعت وإنا بالنسبة لي أنا وخيتي ما هيش بنتصل هذي راه خاطر أي بيانسير ما هيش بنتصل خاطر مزيل مخرجش الحكم وهي هزت شلاجتها وما لاجتها وبديت تحكي على تليق وبديت يا بنا يتعمي يصبر حتى لي أنت أخرج معناها يشوف القضاء معناها إشنا هو يقول كلمتون شوفوه مضنب وإلى ليه ومبعد أنت قرر معناها وشوف خاطر سمحني المشاهير عندهم معناها الملغي مغل يخرجوا عليهم عندهم القضايا اللي يتلفقوا لهم معناها مش أي إنسان عمل جريمة وإلا إنتهاء ونحنا نقولولو مضنب وإلا معناها مدعاء عليه حتى اللي هين مبعتيكة تثبت الجريمة مش نقولوا راه السيدة ذاكة معناها ما هوش بريء وإلا مجرم مجرم فلا دونك الهني بالنسبة لي أنا اتسرعت با لكن فما موفيش أمرقات حتى شاي باسمه كل شي تحط باسم والده هذا حسب تقارير صحفية فرنسية ما عنده حتى شاي باسمه أشرف حكيمي كل أملاكه تعود إلى والدته بوه كل خبر صحيح أمين أشرف حكيمي تلاع هل يحسب تقارير صحفية فرنسية وعنده برشة مليحات أملاكه باسمه تعرف تلاع يعرف يكور في التيران ويعرف يكور خرج الميدان يعرف يكور ولعبها صحيح أشرف حكيمي جرعته تتجاوز المليون يورو تقريب مليون يورو شوية شهريا من أكثر اللاعبين اللي يوخدوا في الليك 1 في ريق بيزي بكله ما شاء الله شهري بالضبط لا وهو معنا لعب في الإنتر ولعب في باريساتر ريال دورتمون صحيح خرج ما نحكيوش على خبار أشرف حكيمي وزوجته وهيبه عبوك المحرومة من نص ثاروتو بعد الطلاق اكتشفت اللي الثروة متاعو كانت مكتوبة باسم الويلدة شسار خاطر التهمه حاكيمي بقضية شنوه بقضية الاختبار زوجته طالبت تلايق بعد مصدور تلايق اكتشفت زيدا طالبت بنص ثروة متاع حاكيمي لكن اكتشفت الي ثروة الكل مكتوبة باسم الويلدة ومزلنا لحد هذه اللحظة ما يجيب حتى احد لأشرف حاكيمي ولزوجته هي بقى عبوك لكن الصفحات والمواقع دولة الخبارة ذي منها شفنا على تويتر الجزيرة والعربية هبتوا الخبارة ذي على الفيسبوك ايتي بالعربي هبتت زيدا الخبارة ذي في تونس باج اشتاك ميديا هبتت لكن قالت ما زلنا ما نعرفوش الخبار صحيح ولا لي من الناس زيدا اللي تفاعلت في تونس بالحكاية هذية شفنا السامير الويفي لي هبت ستاتيو سامير الويفي دي ما حاضر معنا في المسيون كلمة لا حاضر الستاتيو بتاع سامير سامير الويفي دي ما موجود ودي ما يعرفوا اكزاكي مو ودي ما يتفاعل سامير الويفي خلنا نحكي لكم ملي قالوا في الأخر قال اللي البيرح حكوم القضاء ببراءة حكيمي من الاختصاره على المؤامرة لكن انتصاره الأجمل كان على غدر من كان يسميها حبيبته وزوجته وتحمل وتحمل كل التنمر على فرق السن بينهما حيث فشلت في الانتقام منه وفشلت في تقاسم ثروته معه إذ قدم حكيمي لقاذ طليق ما يفيد بأن أملكه كلها باسم حبه الأكبر والأبقى والدته وكأنه كان يتوقع هذا اليوم وتلك التعنى ولم يبقى له بعد بوكسي والاحتقار والإزدراء والهزيمة كيدهن عظيم لكن رضاء الولدين أعظم دونك خمذكروا لأشرف حكيمي يتقاذى مليون أورو في الشهر ما يوعدل 3 مليارات ونصة 4 مليارات تونسية وفرست ماج ماجازين فرست ماج هي أول واحدة هبطة الخبار خرجة الخبار هذه متاع هبا عبوك دونك شنو أرايكم في اللحكية خلينا نيخذو سابر سابر أنت جوريس يجبوني يعجبوني خاطر لأب الحق فيها الجانب القانوني والجانب المالي والجانب الشخصي وهكا عندك ما تحكي فيها على الأخر نتذكروا نحنا دجا الحكاية متاع جوني ديب وش اسمها هي أمبر هيرد طاليقت ولا صاحبت ولا هو دونك الحكاية بالنسبة لأينا الحقيقة نحترم القانون برشة وين امرأة قانون دونك بالنسبة لأينا اتسرعت وانا بالنسبة لأينا وخيتي مهيش بنتصل هذي راه خاطر اي بيانسور اي مهيش بنتصل خاطر مزيل مخرجش الحكم وهي هزت شا لاجتها وما لاجتها وبدأت تحكي على تليق وبدأت العبير في الحكاية هذي يشتركوا معنتها مبعضهم الكلمني قلته كبير سابرة على خاطر العظمة ما تقول تق إلا ما فيها شق وهذي أولا ثنيا هي ما وصلت قدمة قضية تليق على خاطر ما متفرقين قبل حكاية القضية هذي مانتا ديجا هم عن سي بغاسيون لي مانتا لي حاجات مانتا الله أعلم شنو ما مصرحوش بيهم ولكن هم ماراهم الزوز مانتا عن سي بغاسيون قبل ما تصير الحكاية هذي في لثن هي قدمت قضية تليق لأنه فما حاجات صارت غيالما ما صارتش قضية تليق